المكان ليس بمخزن أسلحة بإحدى الثكنات بل هو مكتب لفرقة الشرطة العدلية بقفصة أزياء عسكرية وبنادق صيد تم تحويل قوة نارها أو أعيراتها لتصبح أكثر فتكا بعد عملية تحويل وصناعة متقنة ورشة بأكملها تم حجزها بعد القبض على صاحبها بأحد الأحياء الشعبية بمدينة قفصة بالنسبة لذلك توفرت معلومات مفادة فما نفر ذلك قاعد يقوم بصناعة تحويل الأسلحة جاءتنا المعلومة هذه أخذناها على جدية تامة رقبنا الشخص ذلك لنتأكدنا لهو قاعد يصنع في الأسلحة ويبيع فيها عملية التحويل هذه كما يرويها رئيس فرقة الشرطة العدلية بقفصة عملية دقيقة تمر بمراحل عدة ومتأنية لتتحول بندقية صيد العصافير إلى آلة قتل محترفة بأعيرة مختلفة منها ثم يأخذ قصب ماء جعب الماء كما ترى هذا جعب عادية يعملها موديفكاسيون وإن لم تكن فرضا خطورة هذه البنادق في تحويل قوتها النارية لصيد الحيوانات فالخطورة هنا كما صرح رئيس فرقة الشرطة العدلية بقفصة تكمن في صنف معين من البنادق فكان أنشابها تماما بنادق القناسة المحترفين من حيث الشكل وقوة النار والرصاصات المستعملة يعملها موديفكاسيون بش تولي تقبل الكرتوشة والآن بش تذكرنا هذه تذكرنا بالقناسة متع واحد قنس متع واحدة متع قنس تولي هذه نجم تكون بريسي برشا في الضربة متاحة وكذا تستعمل القنس ولئن خيما شبح تواجد يد الإرهاب في هذه القضية فالشرطة العدلية بقفصة نفت الأمر كليا وقطعيا لتحيل القضية فيما بعد للجهات الأمنية المختصة لمزيد البحث والتحقيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر